تخفيض رواتب القوات الأمنية في أقليم كردستان العراق للثلثي خيار عزمت حكومة الأقليم على تطبيقه خلال الشهر الجاري لتؤشر أثار الأزمة المالية داخل الأقليم بلوغها العجز الكبير في توفير الرواتب لموظفيها الأمين العام لوزارة البيشمرقة الفريق جبار ياور أعلن أن تخفيض رواتب قوات البيشمرقة ستكون بنسبة 38% ولم تكن الاستقطاعات ثابتة أن ما ستعتمد على الرتب العسكرية ويكون الحد الأدنى للمنتسب وتزداد كلما ارتفعت الرتبة العسكرية الخروج من دائرة الحرج يمام الموظفين مسعى لحكومة الأقليم التي تحاول جاهدة أقناع بغداد بإجراء الحوار وحل الأزمة وعقد الاتفاقات وضرورة البقاء على حصة الأقليم من الموازنة وفق المعتاد في السنوات السابقة بيبقائها على نسبة 17% بدلا من قرار الحكومة الاتحادية أن تكون نسبة الأقليم 12% برلمان كردستان بدوره طالب رئيس الوزراء حيدر العبادي بإجراء تعديل على الموازنة الاتحادية ووصفها بصيغتها الحالية أنها تثقل كاهل المواطن الكردي الذي أصبح الخاسر الأكبر نتيجة الخلافات بين بغداد وأربيل مؤكدا أنه لم يرى تحركا من العبادي اتجاه رواتب الموظفين في الأقليم أزمة تتحرك الحكومة الكردية لحلها بأسرع وقت تفاديا للمشكلات المالية التي تزداد يوما بعد آخر داخل أقليم كردستان العراق في وقت لا تزال فيه حكومة بغداد تتعامل مع الملف وفق رؤيتها التي وضعتها كسياقات تبعت الاستفتاء الذي سبب شرخا كبيرا بين بغداد وأربيل تدفع ثمنه حكومة أقليم كردستان العراق برعد قناة الرشيد كشف النائب عن التخالف الوطني علي الصافي عن سعي الكتل السياسية لطرح مطالب جديدة تتعلق بمشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية وقال الصافي أن بعض الكتل السياسية تداولت مطالب جديدة بشأن مشروع قانون انتخابات مجالس المحافظات والأقضية مشيرا إلى اعتراض النواب على مطالبة كتل مختلفة بإعادة التصويت على الفقرة المتعلقة بالتصويت الخاص في الانتخابات المحلية وأوضح أن هناك كتلا تدعي اعتراضها على الدمج بين التصويت العام والتصويت الخاص الذي صوت البرلمان في جلسات سابقة على إجرائهما معا في يوم واحد وأنه يسمح بفتح مراكز اقتراع داخل المعسكرات والمقرات الأمنية مضيفا أن هناك مطالبة أخرى بإعادة التصويت على الفقرة التي تلزم المرشحين بدرجة مدير عام فما فوق بالاستقالة من المنصب قبل ستة أشهر في حال قرر الترشح للانتخابات انتقدت النائب عن محافظة نينوى فرح اللسراج الدعوة إلى عدم تأجيل الانتخابات البرلمانية مؤكدة أن الأوضاع الإدارية والأمنية في المناطق المحررة لم تستقر حتى الآن وقالت السراج أنه ما يزال مليون وتسعمائة ألف شخص في المناطق